منذ عام 1972 ومدرسة صبحية الأساسية للبنين في لواء البادية الشمالية الشرقية في محافظة المفرق على حالها فعد عن بضع تحسينات طفيفة تعاني المدرسة من تهلك في بنيتها ما يشكل بيئة غير ملائمة للطلبة نتابع هذا التقرير اشتكى أهالي قرية صبحية في لواء البادية الشمالية الشرقية في محافظة المفرق من الأوضاع السيئة التي تعيشها مدرسة صبحية الأساسية للبنين بصورة لا تتناسب مع العملية التدريسية ما من شأنه التأثير سلبا على التحصيل الدراسي للطلبة إضافة إلى عدم صراحية المبنى من الناحية الإنشائية هاي تأسسانت 1972 اللي بنتها منظمة كير والآن غير صالحة ونقلوا طلابها إلى مدرسة الصبحة على أساس أنهم يبنوا محلة بناء جديد والآن لغوا القرار والغاية الآن الطلاب في صبحة يدرسوا وهنا ما حد برش فيها ولا حد عمل لا شيء حقيقة هي تنعكس بشكل سلبي على الأجيال القادمة وعندما نسمع أن تصل معدلات النجاح في التوجيه بنسبة متدنية جدا في مناطق البادي عموما وفي البادي الشمالية تحديدا لا تتجاوز 2.5% نسبة النجاح في التوجيه والسبب الأساسي أن تدني نسبة النجاح في التوجيه هو الظاهر الموجود في القاعات الصفية الغير مهيئة للطلاب داخل حدود المدرسة داخلية مدير تربية لواء البادي الشمالية الشرقية بيّن أن المدرسة تتكون من مبنى لا يصلح لاستقبال الطلبة ما دفع بالمديرية إلى إنشاء مبنى جديد تبين أنه يعاني من بعض العيوب الإنشائية التي تم العمل على صيانتها مؤخرا مشيرا إلى نقل صفين لمدرسة الأمير حمزة للثقافة العسكرية القريبة من المنطقة كحل مؤقت لضمان استمرار العملية التدريسية وتوفير بيئة آمنة للطلاب تم إخلاء هذا البناء لعدم صلاحيته وتم ترحيل الصفين التاسع والعاشر إلى مدرسة الثقافة العسكرية التي تبعد 2 كيلو متر عن مدرسة الصبحية وترحيل باقي الصفوف إلى الجناح الجديد طبعا هذا هو حل مؤقت تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم وهناك إضافات وغف صفية للمدرسة سيتم إنشاءها إن شاء الله العام القادم ونحن نتواصل مع إدارة الأبن والمشاريع بالوزارة بهذا الخصوص في ظل ما تشهده الدول من تطور وتقدم في العملية التعليمية كمحرك للتنمية في البلدان المتقدمة يبقى السؤال هل سنبقى نعاني في مدارسنا من مشاكل البنى التحتية وعدم وجود بيئة آمنة للتعليم تاركين وراءنا جوهر العملية التعليمية والاهتمام بالطالب كمحور لبناء المستقبل أنس الحراحشة رؤية